اه يا كورونا كم كنت قاسيا علينا كم كنت مؤلما وقاتلا ومدمرا فجأتنا أفجعتنا كشفتنا أسقطت أوراق التوت عن سوقاتنا أفسدنا فأفسدت حياتنا لكنك أيضا لكنك أيضا لكنك أيضا ذكرتنا بمعنى التراحم والتكاتف والعبادة علمتنا معنى التطهر والتعفف وأيضا علمتنا كيف نكون بشرا أضحى العالم يعني في ظل وجود الكورونا بحال غير الحال أضحى العالم أضحى الطبيب أضحى العالم أيقونا لكنك أثبت لنا رغم عجرفتنا أننا لا نساوي جناح بعوضة فاصل ونرجع نرحب بضيفي وضيفكو على الهواء مباشرة سيادة اللوى شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب المنظمة العربية الأفريقية رئيس الشرطة العسكرية الأسبق أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أبعاد أخرى ديفي وضيفكم في الستوديو سيادة اللوى شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب للمنظمة العربية الأفريقية ورئيس الشرطة العسكرية الأسبق أهلا وسهلا بكم منوارنا سيادة اللوى معالي اللوى شايف الكورونا وغدانا الفين في ظل أن بعض الناس في الشعب المصري الآن يبدو أن ينقصهم كثير من الوعد من الوعي رأينا تجمهر الأهالي في قرية من قراء مركز أجاب ومحافظة الدقاهلية حولتهم منع جثمان طبيبة كانت تعمل في مكافحة وباء كورونا من الدفن ورد فعل الدولة على هذا شايف الكورونا وغدانا الفين والله بسم الله الرحمن الرحيم الأول في بداية حلقة حضرتك وبنقول لكل المشاهدين الكرام تحية طيبة ليهم جميعا وإحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم بنقول كل سنة ونطيبين أما إذا بدأنا نتحدث عن كورونا واللي عاملة فينا كورونا هي الحقيقة حتغير مجرى العالم هناك عالم جديد بعد كورونا يعني أنا مهتم بالشأن المصري جدا الشأن المصري أو الشأن العالمي مهتم جدا بشعبنا المصري الطيب العظيم فأنا شايف يعني التصرفات موجودة على الأرض نسمع كثيرا عن تصرفات يعني ضد ما نسميه التحضر المصري المعهود فأنا يعني مهتم بحضرتك تقول لنا الكورونا واخدنا فين في الشأن المصري وما يجب أن نفعله شوف قبل ما ندخل على الكورونا واخدنا فين للشأن المصري الحقيقة أنا بحيي الدولة المصرية نعم قيادة سياسية وحكومة وكمان شعب لما قامت به الحكومة من شهر يناير الماضي لاتخاذ إجراءات وتدبير نعم لحماية المصريين نعم من هذا المرض القاتل إجراءات غير مسبوقة نعم إجراءات الحقيقة إجراءات غير مسبوقة نعم تحسب للدولة المصرية نعم وهذا الإجراء أنا بعتقد أن الدولة المصرية لم تقوم به من عهد محمد علي أنها تكون بهذا الوعي وبهذه الجراءة في قرارات كتيرة خديتها لصالح المواطن المصري لحمايته أولا من شهر واحد وما قبله من شهر اتناشر من هذا المرض الخطير وتعال أمارجح حضرتك شوية عشان مشاهدين الكرام يعرفوا ما تمر به مصر في هذه الأوقات كان سببه إيه إذا رجعنا وراء شوية لحضرتك ومقامت به الدولة ولو لما قمت بالدولة بهذا الكلام لكنا في مكان آخر الآن نعم لو رجعنا إلى 2016 و15 وكان الاحتياط النقدي لمصر 12 مليار دولار ماذا كان حالنا الآن نعم ما عندك نقص في الاحتياطي مش تقدر تتصرف وتجيب وتعمل الحاجات اللي الدولة بتعملها دلوقتي لا كان شيء كان حالنا يبقى في حتة ثانية لو لو لم تقم الدولة المصرية بحملة 100 مليون صحة صحة نعم قادة البيانات الموجودة قادة البيانات الموجودة نعم ماذا كان حالنا الآن نعم لو لم تقم الدولة بتأمين الصحي الشامل اللي كان بدأته في برسعيد نعم ماذا كان حال مصر الآن نعم نعم صحيح لو لم تقم الدولة بإنشاء بإصلاع إصلاح مليون ونصف الدين ماذا كان حالنا نعم والصحة بالزراعية اللي هي تعادل كذا مليون فدين تؤمن طبعا إجراءات غير مسبوكة كان هناك نعم خلل عندنا الآن نعم فهذه الإجراءات هذه الإجراءات هي اللي مقومة الدولة المصرية وعندنا جراءة الحمد لله احتياتنا النقدة من 12 إلى 45 أما ناخد منهم 5 لدعم في التاريخ في التاريخ دي إجراءات قوية جدا قامت بها الدولة المصرية مشكورة الدولة المصرية النهاردة بتدير سيمفونية عظيمة ورائعة لصالح المواطن المصرية نعم سيد اللي لكن هذا الكلام صحيح 100% وسنأتي نتطرق لهذا الأمر في هذه الحلقة لكن سؤالي مسياتك إلى أين يأخذنا كورونا على مستوى الشعب المصري يعني بكل هذه المظاهر التي تحدث الآن على أرض الواقع أين أخذنا هذا المرض أين أخذنا هذه الفاجاة أين تأخذنا هذه الفاجاة الآن وإحنا المفروض نعمل إيه دورنا يعني إيه عشان نوعي بقى الشعبنا الكريم الشعب العظيم الشعب الطيب في ظل المظاهر التي رأيناها منذ الأمس حتى الآن رابط دفن جسمان الطبيبة هجوم على مستشفى وتكسير جهاز تنفو الصناعي تمر 350 ألف جنيه أشد الاحتياج في شبرة يعني أحداث أخرى في كفر الدوار وعلى النقيد تماما النهاردة شفنا في الموفية أهلنا بيعملوا بيستقبلوا حالة يعني رهيب بحالة تعافت من كورونا لممرض ومرسم دفن أخرى لمتوفية بكورونا طب إحنا عايزين نقول إيه للشعب المصري إلى أين يأخذنا كورونا أو يعني إلى أي مدى إحنا عايزين نغير في طبعنا حتى نصبح أمة عظيمة إحنا بالفعل الحقيقة أمة عظيمة وشعب عظيم نعم ولكن عندنا ثقافات شوية مختلفة عندنا بعض الأفكار المختلفة شوية يعني أنت عارف أن الشعب المصري بتطبعوا شعب يعني فكاهي إلى حد ما شعب بتاخدوا العاطفة شوية شعب يعني بتتترك الموقف بتطوح على حسب النشأة والبيئة وكل هذا الكلام ولكن في عموم الحياة الشعب المصري شعب بطبيعته شعب معطاء شعب قوي شعب عظيم نعم شعب بيقف في الأزمات الحقيقة وكلام ده كلنا شفته على أرض الواقع وفي الطبيعة أما شعب يقوم بصورتين في سنة وهكذا ولكن هذا الشعب عشان ما نكونش مكحفين على كل الشعب المصري شعب المصري شعب قوي معطاء ولكن نقف عنده ولكن نعم لازم ناخد بالنا لازم ننفذ التعليمات لأن في الأول وفي الآخر دي ليك صحيح لا تنساك وراء قلة منحارفة نعم وبعتقد أنه بيعمل البلبلة دي كلها قلة منحارفة هدفها زعزعت هذه الدولة يعني هذه الأمور التي تحدث لها خلفية سياسية يقينا يقينا هذا الكلام اللي حصل في بهو شبرال بهو هذا الكلام هو له خلفية هذه القرية هي كان ما كان فيها صفة حجازي قاعد جوه نعم وأعتقد الثلاثة وعشرين اللي تقابد عليهم والتحقيقات هتظهر هذا هو من جماعة الإخوان الإرهابية نعم أنا بأعتقد بالنسبة تسعين في المية أو ثمانين في المية والتحقيقات هتثبت ده أنه هم محردين لأن أهل القرية بالفطرة لا يمكن يقبلوا هذا التصرف وبهذا الشكل نعم هذه الطبيبة إذا كانت كانت طبيبة بتعالج كورونا أو بتعالجوش ولكن الله هي الطبيبة دي مش بتعالج مصابين في كورونا ولا إيه طبيبة يعني بتضحي بنفسها من أجل يعني محاربة أنا عاوز أقول رسالة للقرية دي كلها قبل رسالة تسعبتك أنا في عندي مداخلة تلفونية من الأستاذ شريف سليمان رئيس جريدة رئيس تحرير جريدة مصر للمستقبل أستاذ شريف أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا سيد صفات وأهلا بمشاهدينك الكرام وضيوفك اللي نموجودين لو كانت حد معك ست اللوية شبل عبدالجواد معي موضون معي في الستوديو أهلا بحرك ست اللوية أهلا بيك يا سيد شريف سيد شريف علمت إنك متواجد في بنسويف مش متواجد في بنسويف بس بس باب متواجد فيها دايما في اسبوعيا يعني دي يوم أو يومين في اسبوع بروحي ماكي طيب جميل تزايد في عدد الإصابات في بعض قرى محافظة بنسويف فإحنا حابين نتطمن على أهلنا بنسويف ومع طبيعة هذا التزايد وإيه اللي بيخلي الحالات التزايد في محافظة بنسويف وهل القرى في محافظات مصر ومش في بنسويف بس في محافظات مصر هل القرى يعني في قلة فيها أنه ما فيش مسألة وعي كامل أولاية تابعون الإجراءات بشكل سليم طمننا على أهلنا بنسويف يا سيد الشريف والموقف أهلنا بنسويف بخير بس الأسف بنسويف فالسطرة الأخيرة تزادت فيها عدد الحالات بشكل شكل كبير نقدر نقول أنه دولة تعتقد أنه في المركز التاني أو المرتبة التانية على مستوى الجمهورية عدد الإصابات نعم وده طبعا حاجة يعني تخد ما خانتش متوقعة بنسويف لكن فيه أماكن موبوعة بنسويف دلوقتي فيه قرى أو أمانات هنا بقى فيها عدد إصابات كتيرة بنسويف وده حد ذاتها تؤكد أنه فيه مشكلة كبيرة بنسويف هي عدم الالتزام بالقواعد وعدم الالتزام بالإجراءات الاحتلاثية لكن اللي قدر أقوله بشكل عام في بنسويف في اليوم دي ليس سبب الانتشار ده يا سيد شريف بنسويف؟ يعني هي المخالطين مخالطين ومشكل عام وطبعا عددتنا الاجتماعية عددتنا الاجتماعية أو المات انتضار المناسبات وده كان قبل قرارات الحكومة لكن للأسف إحنا عندنا مشكلة دي المشكلة دي ظهرت في التوقيت بها بشكل غريب جدا أن الناس فاكرة أنه كورونا يعني مثل أقولك أننا أغلقنا الأسواق في سوق البلد مثلا يوم الثلاث فلاس فاكرة أنه كورونا هتيجي يوم الثلاث فيرحوا نصبين السوق يوم لاثنين آه يغيروا اليوم يعني يغيروا ده بتحكوا على مين كارثة أنهنا يعني قلة الوعي وقلة الوعي دي مسبب كارثة كبيرة في الموضوع وصل لدرجة نقشة أن هي تصل لدرجة الانفجار أو تصل لدرجة كبيرة وصلهم حافظة بنسويف من المحافظات القريبة قدام القاهرة وإلى بوابة الصعيد ويعني دي اللي تخوف في الفترة اللي جاية لكن بصراحة حتى نعطلوا كل دي حق نحق ومدولية الصحاب بنسويف لشغل كواس قوي في الفترة الأخيرة جيش مصر الأبيض في بنسويف من الأطباء المحترمين اللي نقدر نقول عليهم قدروا وقدرين إن شاء الله بإذن الله أنهما يثبتوا يوم بعد يوم أنهما فعلا إحنا كنا ظن منهم في يوم الأيام وإنه وإنه إحنا لازم الناس دي تاخد حقها عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة جدا تفضل آآ إحنا في إحدى مركز بنسويف مركز صونسطة نعم مركز صونسطة في إحدى هو ده يعني يعتبر إحدى مركز بنسويف المركز ده إحنا عملنا مقدرة ضريفة جدا لأستاذ النطباء اللي هم خارجوا معاش اللي هم خلاص أو بعضهم واخذ أجازات من مديرات الصحة وبيشتغل في عاداته خاصة الصحية نعم فبعد ما زادت الحالات وزادت القصة صغيرا أجرنا بيهم الصلاة إخواننا البلد احتاجكم نعم البلد احتاج تضافر كل الجهود وجئت بمعظمهم اللي لم يكن كلهم بلا استفناء بيتصلوا بي أحدهم قال لي بنفسا كده أنا شانت تهدوني جبتها معايا العيادة وبلغ وكيل الوزارة وقول له لو هو عاجد ديني في أي مكان أنا جاهد هي دي الروح المصرية طبعا وتحية لأطباء بنسويف طبعا طبعا أستاذ شريفي نتمنى من المثقفين والصحفيين اللي هم من أبناء محافظة بنسويفي يقوموا بدور أكبر من كده في توعية أهلنا في مسألة عدم الاختلاط ومسألة نشر الوعي في هذه الفترة الحارجة من تاريخ مصر أشكرك أستاذ شريف سليمان رئيس تحرير مجلة مصر المستقبل شكرا جزيلا على مداخلة حضرتك سيادة اللواء في الوقت اللي مصر بتدعم دول الخليج يعني غزائيا وعسكريا وطبيا واجتماعيا وكل شيء بنلاحظ فيه أصوات كده طلعت في الفترة الأخيرة في بعض الأماكن يعني لماذا مهاجمة مصر في هذا التوقيت وخصوصا من دول الخليج دولة من دول الخليج شوف حول حضرتك حاجة مصر دائما مصر علمت العالم نعم وستظل مصر فوق رأس العالم أبى من أبى وشاء من شاء نعم صحيح ولن ينلم المصريين لا من قريب ولا من بعيد أحد نعم لأن هذا الشعب علم البشرية بالكامل ده صحيح وبالتالي أما نيجي شوية أصوات في أي مكان ده مش هيهزنا إحنا مش هنرد على شوية أصوات حد شريحة أو بتهاجم الدولة المصرية من أجل شيء مصر لها فضل على العالم وفضل على كل من يتفوه بلبز نعم على هذه الدولة المصرية ده صحيح وإذا كنا بنقول النهاردة معلش اسمحنا في الحد تدي فضل وإذا جينا النهاردة نقول المصريين في كل مكان الدولة الوحيدة اللي بعتت جابت كل العالقين أعتقد ده ده حاجة ده أمر غير مسبوك المصريين مش عال على حد المصريين بيشتغلوا بعقودهم وبيعلموا وبيعالجوا وليهم فضل على الجميع نعم المصريين لأحد يستطيع إنكار الدور المصري في بناء الحليج وفي بناء العديد من الدول العربية والمساهمات المصرية في أدرم أنا بتكلم لماذا الهجوم وظهور افتعال المشكلات مع المصريين المتوجدين في دول الخليج في هذا التوقيت الغير مناسب تماما لمثل هذه الأفعال إحنا بتربطنا بشعب الكويت علاقات طيبة جدا نعم أما إذا كانت هناك قلة منحارفة فعلى الحكومة الكويتية أنت تتخذ إجراء معهم نعم لكن المصريين في كل مكان لا المصريين علموا وعالجوا وبيدرسوا إيه يعني هو بالفعل النائب العام الكويتي فعلا أمر بضبطه إحضار المدعي الرجل هذا الرجل البغيلي والله يشوف أنا أقول لحضرتك حاجة سواء لا بالعامل أنا ما عنديش معلومة مؤكدة في الحتة دي بالذات ولكن لا يصح هذا لا هو ما ينفعش طبعا بأي حال من أحوال أن حد يتطاول على مصر بهذا الشكل يعني البغيلي اللي حضرتك بتقول عليه بقولك استوردنا مش عارف أنا كنت فاكرك أنت حتنتج بدل ما تتفاخر أن أنت بتستورد أنت جاء أنت ورينا نعم 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 أنت إيه؟ طيب خلينا أربط الشأن العربي بالشأن المحلي يعني برضو أرجع لنفس السؤال إلى أين تأخذنا كورونا من الشأن المحلي للشأن العربي والوضع والشأن والعالمي كمان طبع طبعا حقيقة حيكون عندنا بعد كورونا الأول الأول عاوزين نقول الشعب المصري قبل ما ننتقل للحتة بتاعت حضرتك لابد أن ينفذ إجراءات الوقاية والسلامة لصالحه نعم التزم بالتعليمات التزم بما تقوله منظمة صحة العالمية ما فيش داعي للاختلاف ما فيش إلا أن هو ده اللي هعمل كارسا نعم لكن أنا أتحدث في أنه ما يحدث من أمور على الأرض وما يحدث في بعض الدول الخليج من مهاجمة مصر في مثل هذا التوقيت أنا بشايف أنه هو يعني أو أنا يعني أرى أنه هناك ارتباط بين افتعال هذه المشكلات وما يحدث على أرض الوطن الآن من عدم وعي من بعد أهلنا هل الموضوع ليه علاقة ما أو آه ليه علاقة نعم ليه علاقة يبقى ليه علاقة بمن يهاجم مصر في الخارج وأعداء مصر في الداخل عشان نكون واضحين نعم لأنه هو خط واحد وسلسلة واحدة من يهاجم مصر في الخارج ومن يهاجم مصر في الداخل هم أعداء مصر وكلنا عارفينهم مش هنزايد في أنه إحنا مش عارفينهم كويس قوي وسنظل عشان أهلنا يبقوا عيين اللي بيحصل إيه يعني لماذا افتعال هذه المشكلات في هذا التقيق قوي جدا بين الدولة المصرية بين أعداء مصر في الخارج وأعداء مصر في الداخل نعم وما يحدث الآن سواء حصل في بهو الشراف ولا الكلام شبر البهو شبر البهو نعم أو بعض أعداء في الخارج سواء في الكويت سواء في قطر سواء في الدوحة في تركيا كل ده رابط مع بعضه وكلها سلسلة واحدة من شأنها ولكن سنظل نحارب أعداء هذا الوطن زي ما بنحارب كورونا دلوقتي حتى نقضي عليهم تماما نعم استعدادات مصر الكورونا معي مكالمة تلفونية لأستاذ دكتور حكيم بادوي أستاذ بمركز البحوث الزراعية دكتور حكيم إزاي حضرتك؟ أهلا الفاند السلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك؟ أولا الحمد لله كل السنة وانتوا طيبين طبعا سعيد الربيع وأعياد أخو المساحين شركاء الوطن وحلول شهر رمضان قرب حلول شهر رمضان المبارك نعم تعنيها للعقوة الأقباط وتعنيها للمسلمين للمسلمين لأننا بنعيش أعياد الوطن في ظل ظروف الكورونا وربنا يزيل هذه الغمة عن العالم أجمع ربنا يستطيع تقبل منك ويسمع منك دعائك يا دكتور حكيم لكن بما أنك أستاذ في مركز البحوث الزراعية طميني على الوضع مصري الغذائي هل هو وضع آمن؟ يعني إحنا كلنا شفنا أن الدولة أعلنت أن الاحتياط الاستراتيجي المصري آمن حتى أغسطس وأن هناك توجيهات بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وأن محصول القمح هذه السنة سيصل إلى 9 مليون طن وهذا حجم ضخم جدا فطمنا حضرتك أنه على السلعة الغذائية المصرية وقطاع الزراع المصري طبعا كان الدولة المصرية كانت سباقة بصراحة في هذا المجال في ظل طبعا توجيهات معالي فخمت سيد الرئيس الجمهورية رائل طبعا الطفرة الزراعية اللي حصلة والهونون صفدان اللي هي الزرعه ومشروع غرب المينيا وكل ده كان سابق لأوانه كمان نعم فأحنا دلوقتي فعلا بنحصد هذا التطور اللي حصل وكان الفكر السابق نحن دلوقتي الحمد لله نقدر نقول أن نحن مستوانا الزراعي أو المخزون للتراتيجي من المحاصيل الزراعية يقاد يكون آمن حسب ما أعلنت الجهات المسؤولة طبعا محصول القمح السنادي إن شاء الله يعني مبشر بالخير وده طبعا كرم من عند ربنا ومصر من قديم الزمان مصر هي ثلة الغذاء للعالم كله يعني من أيام الفراعنة ده هي ثلة الغذاء طبعا يعني مش مصر مش النهاردة اللي نتحدث عنه كزراع يعني طبعا تمينا طبعا في الفترة الأخيرة وده كان طبعا إحنا بنقدر نقول نحن سبقنا هذا الموضوع أن نحن اهتمينا بالزراعة في الفترة الأخيرة زرعنا صوب أعملنا أنشأنا كمية صوب كبيرة جدا وده بينعكس يا دكتور على السلع المعروضة والمتوفرة والموجودة في الأسواق بشكل يعني آمن وبشكل يعني مستمر وبأسعار معقولة جدا وبنحب نطمن أهلنا أنه يعني لا داعي للتكالب والتزاحهم في الأسواق لأن مصر آمنة تماما إن شاء الله تماما تماما أنا أتكلم كمان يعني أنه ما فيش داعي أنه نتكالب أو نجيب كميات ونخزنها في البيوت أولا لو أتكلم على الخضار عموما ما ينفعش حتى الخضار يتخزن لفترات كبيرة في البيت لأن الخضار سريعة الثلاث أنا جيت كمياتي اللي هي تكافيني يوم اثنين ثلاثة مثلا على أساس أن أنا أسيب فرصة لغيري أنه يجيب طلباته لأنه ما أنا هتكالب وكلها يخزن وخصوصا أنا أعرف أن المعروض كتير وموضوع المعروض كتير والمتوافر والحمد لله الحمد لله متوافر تماما وما فيش أي نقص تجريبا في السلع الزراعية أموما أو الحاجات الغذائية آي نعم أن هي أساسية في مواجهة الفيروس من أن هي بترفع المناعة وتزود المناعة في جسم الإنسان وبالتالي نقدر نخطي هذه المرحلة إن شاء الله وأن مصر آمنة زراعيا حاليا آمنة زراعيا لشهور قدام بفضل طبعا نقول التوجهات اللي كانت سابقة لهذا الموضوع نعم خلينا أسألك عن صدرات مصر الزراعية هل تأثرت بفيروس كورونا طبعا هو الصدرات مش على مستوى مصر بس على مستوى العالم كل الصدرات توقف يعني تقريبا حركت التجارة العالمية بين الدول نتيجة الخوف من نقل العدوى وكلام ذلك تأثرت لكن ليس بالكثير يعني فيه محاصيل لا زالت إحنا رائدين في تصديرها مصر طبعا فيه حاجات كتيرة بتصديرها لأوروبا عندنا البطاطس عندنا من المحاصيل عندنا الفواكه عندنا الرمان عندنا الموالح عندنا يعني إحنا يعني مصر بسم الله من شاء الله يعني عندها يعني محاصيل استراتيجية هي اللي يعني رائدة في تصديرها يعني يعني احنا بنطمن الناس يا جماعة الانتاج مستمر وفيه تصدير كمان يعني احنا عندنا فائد وبنصدر أشكرك دكتور حكيم بادوي أستاذ بالمركز البحوث الزراعي كلام جميل وكلام مطمئن للغاية عارزين نضيف كمان لدكتورنا الجميل إذا كان هو تكلم عن الشق الزراعي وما يخص المواطن المصري في هذا التوقيت لا بالحقيقة موجود كتير جدا والاحتياط الاستراتيجي في الغذاء كويس جدا إنجلترا النهاردة وصلت معلومش أكل الحقيقة يعني بطوابير مهولة عشان تحصل على وبالتوقيتات والكلام ده كله عندهم أزمة نعم وبالتالي احنا عندنا آمنين اقتصاديا آمنين زراعيا آمنين طبيا وكل الأمور دي مصر آمنة بإذن الله عاوزين نقول للشعب المصري حافظ على نفسك في التوقيت ده عشان تقعد دي الأزمة دي لابد من الوعي من الشعب المصري حتى نكتاز هذه الأزمة حضرتك أنا بشوف أو شفنا كتير مشاهد ومقاطع وفي الحياة العامة صور لازدحام شديد في الأسواق زي ما أشار الزميل الصحفي أنه الناس بيغيروا معادة السوق أنه تزاحهم في الأسواق إحنا ليه ما بنغير عادتنا الاجتماعية في التسوق والشراء يعني لما نروح نشتري حاجة ليه ما بنحفظ مثلا على الطبور وعلى الدور إحنا مفروض كورونا ده وده كان هدفي من الأول إن إحنا إلى أين يأخذنا كورونا كورونا يجب أن يأخذنا لمزيد من التحضر من التحضر نعم بس التحضر ده مش هيجي النهاردة نعم إحنا طبعا اتربينا على ثقافات مختلفة اتربينا من زمان قوي على إن إحنا لو لقينا طبور ممكن نقف إحنا اتربينا على ده إحنا عاوزين إحنا أخذ وقت شوية في ثقافة في ثقافة ووعي بعض المواطنين عشان يقدروا يتغيروا مع الشعب المصري كله وإن كان شريحة كبيرة جدا من هذا الشعب ملتزمة جدا في هذا التوقيت ولكن هناك بعض الآخرين مش ملتزمين إحنا بنقول تاني عشان مصر يتعد هذه الأزمة أزمة في منطقة الخطورة أزمة مرض في منطقة الخطورة كورونا في منطقة الخطورة سرعة نقل العدوى سريعة جدا نعم طب ليه؟ إحنا نلتزم أنا النهاردة كان فيه حد من السويد بيكلمني آه لا عدوا ليه؟ لأنهم التزموا التزم كامل كامل في البيوت نعود في البيت نعود في البيت ومنتزمين بأبسط حاجة الكمامة أبسط حاجة نقعدين في البيت نلبس كمامة نلبس كمامة نسبة الإصابة عندهم قد تكون منعدمة فإحنا بنقول للشعب المصري من خلال البرنامجة حضرتك بنقول له التزم أهلا أنا هستأذن حضرتك معايا الدكتور أيمن أبو العيلة وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أهلا الدكتور أيمن أهلا يا فهلا امتحاتي حضرتك أيمن يعني رأينا ما حدث أمس في قرية شبرة البهو في أجا مركز أجا الدقالية من منع الناس لدكتورة أنها تدفن في مسقط رأسها كيف رأى مجلس النواب هذا الأمر وما هي الإجراءات التي اتخذها في هذا الصد سمعنا عن إجراءات فورية اتخذتها للحكومة وعن تدخل الشرطة المصرية لتفريق الناس وسماح بدفن هذه قسمان هذه الشهيدة ماذا عن مجلس النواب وماذا قامت به الحكومة المصرية في هذا الصدد خليني أولا بس أهني شعب المصري وهني عفوسنا وهني أخواتنا الأخباط بالأعياد وكل سنة هم طيبين كل سنة حضرت طيب الحقيقة الثانية طبعا حضرتك يعني حدث مبارح ده حدث طبعا غريب على الشعب المصري نعم الذي يحترم خرمة الموت في كل الأعراف والأخلاق والأديان وكان الحقيقة صادم للشعب المصري زي ما حالك تابعت في كل السوسيال ميديا والأقويل والتصريحات وكان طبعا فيه زي ما الحكومة انتفضت ونفذت القانون في هؤلاء المخادفين اللي أعتبرهم يعني هم ما عندهمش أي نوع من أنواع الأخلاق والدين وطبعا تدخل مجلس نواب بتوصيات طبعا من سيد رئيس المجلس السيد شريف وكيل أول المجلس تدخل مع نواب المنطقة اللي كانوا متواتفين مع الحدث وكانوا متابعين للحدث وحاولوا يبنعوا الأهالي إلا أن طبعا هي عبارة عن مجموعة سباب طيس ومعهم كم ست نتيجة برضو إشاعات متسوسة بتقول أن هو القرية هتغلق يعني هذا الأمر مسيس يا دكتور أنا أعتقد كده لأن ما سمعناه أنه هو تقال في المآذن بتاعة المساجد أن القرية هتغلق لو سمحنا بالدرس يعني القرية هتغلق وده اللي خد الناس هو أكيد الناس تخدث من القرية هتتحط جوه كارانتين أو جوه وهو شيء غير صحيح بالمرة بالإضافة إلى طبعا جهلهم بأن الفيروس الكورونا ده ملوش رجلين ده لازم يبقى يتحرك عن طريق عائل أو وطيب هو ده اللي عايزين نوضحه للناس أنه فيروس كورونا ينتقل عن طريق التنفس وعن طريق اللمس يعني جثة لن تنقل الفيروس وخصوصا إذا كانت معذولة عزلا تماما وحتى اللمس يا فندم أنا بصمن حضرتك أن منذ أسابيع من ساعة حدث أو موقف برسعيد نعم وزارة الصحة وحتى منظمة الصحة العالمية مطلعة بروتوكول للوفاء يعني أولا الجثة بتغسل بالفورمارين مما ينفيح أي سوائل قد تكون ناشبة بالجثة الغطل بيتم على الشريعة الإسلامية أو على الشراء السماوية المسموح بيها وبتغلف عن طريق ناس لك تواقيات بكل كأنه بيتعامل مع مريض بالزبط وبيلفها بحيث أن هي تبقى معقمة تماما وما فيش أي سوائل تطلع طالما المواقف الاحتراضية موجودة ومنهاردة وزارة الصحة سمحت للإسعاف المخصص لنقل هذه الجثمين وتسمها لأهلها أعتقد أنه هو كده جميع الاحتراضات تمت وحتى بيبقى واحد من الصب الوقائي مصاحب للكثمان الإجراءات بتاعت الوزارة الصحة مهاردة بتقول أن وزارة الصحة تتولى الإشراف على مسألة الدفن حتى يتم الدفن هي متولية يا فندم بيبقى واحد مصاحب عشان يوجه لبيتفن أنه هو بيديله المسك ويديله الجون الواقي وبيديله الجونكي عشان كمان فيه حالة يعني لو فيه شك بعد كده الجثمان بيبقى زيه زيه أي جثمان بيطفن مريض أو غير مريض أولا تحية للجيش الأبيض والعملية القطاع الطبي بالكامل لأنهم بيضحهم أنفسهم وبيقفوا بيحموا الناس وبيعرضوا نفسهم للعدوى وتحية طبعا تحية دي أقل تقدير ليهم يا دكتور على المجهود اللي بيبزلوه وتعريض حياتهم للخطر في ظل هذه الظروف دي حقيقة يا فنم فأنا بطمن حضرتك أن مجلس النواب لأ من أول موقف بحثة المتواجد عن طريق نواب المنطقة أو القرية أو المحافظة كانوا موجودين وكانوا على افتصال دائم بالسيد رئيس المجلس أشكرك وكيد أول المجلس أشكرك دكتور أيمن أبو العيلة وكيد لجنة الصحة بمجلس النواب شكرا جزيلا على المداخلة يعني الحكومة بتطمن الناس بتقول يا جماعة بلاش أنه لما يبقى فيه حالة وفاة حد تعافى من مرض كورونا حد توفي من مرض كورونا المسألة مش مواضية لأن فيه إجراءات احترازية الدولة بتتخذها وفيه معايير دولية تبع منظمة الصحة الدولية الحكومة بتتخذها فلا داعي للهالة والزهر والسماح للإشعاعات والناس المغرضة الناس التي تهدف إلى أشياء من وراء هذه الإشعاعات إن هي تدمر علينا فرحتنا مش فرحتنا يعني فرحتنا أو مفاجأتنا بالإجراءات التي تتتخذها الدولة المصرية ووعي الناس في هذه المرحلة يعني إحنا يعني في حالة مفاجأة من الإجراءات التي تتتخذ في مصر بشكل عام والروح الموجودة في مصر بشكل عام فالناس دي عايزة تفسد علينا هذا الأمر عايزين يشويه الصورة بأي طريقة عايزة أقول لحضرتك حاجة الناس فهم أن مريض كورونا ده عيب لا طبعا مش عيب هو العيب مش في المريض مرض مرض عارض أو وباء مكتاح العالم كله هو ده مش عيب ومش يعني مش حاجة لا العيب طب أمريكا كل يوم بيموت فيها ألفات ده إيه؟ لكن العيب أنك ما تعرفش تحتويه تحتويه نعم لكن مفهوم الناس أنه ده عيب لا مش كده لا مش كده خالص نعم نعم إنما اللي عملته الدولة المصرية هو إنجاز عظيم يحسب للدولة المصرية على مدار كورونا قادمة نعم هو للأسف تلاعب بالناس البسيطة يعني يحاولوا تلاعب بالناس البسيطة لكن إحنا بنطمن أهلنا في كل حتة في مصر أنه الدولة لا تقلو جهدا إن هي يعني تحاصر هذا المرض إن شاء الله ننجو من هذه الأزمة سيادة اللي هو بما إنك يعني متواجدة على الساحة السياسية المصرية كنائب رئيس حزب الغد قولي إيه هو دور الأحزاب المصرية في هذه الفترة يعني محدث سمع لهم صوت لعل المنع خير هو لازم يكون عندنا الأحزاب يعني إحنا عاوزين نقول للأحزاب خلونا خلوكوا أحزاب معارضة وطنية نعم ووقت الدولة ما يحصل فيها حاجة لابد أن تكونوا بجانب الدولة نعم الموضوع مش منظرة المفروض الأحزاب تعمل إيه في هذه الأزمة المفروض تتفاعل مع الدولة المفروض تبدأ من المبادرات والحقيقة عندنا هنا في بعض الأحزاب الحقيقة بتقوم بدور كويس جدا بشوفهم وبالمسهم وفي أحزاب مش موجودة يعني عندك حزب الغد موسى مصطفى موسى ده أي مهندس موسى مصطفى موسى وهو له دور وطني سابق في في الترشح لرئاس الجمهورية والراجل وطني حتى النقاع لكنه دور مش ملموس يا سابق اللي أنا بتكلم فيه لا دوره ملموس إنه هذا الدور أنا ما بتكلمش في حزبه معين لا أنا ما بتكلم في كافة الأحزاب بشكل عام الدور غير ملموس على الأرض على الواقع أنا بوريك على الأرض في بعض الأحزاب نزلة على الأرض بتقوم بعمليات تطيير يعني إذا أرادت الأحزاب أن تبني جماهيرية ما بين أفراد الشعب المصري لابد أن تقوم دور ملموس لا تتواجد في وسط الشعب المصري وتقوم بهذا الدور شوف هنا دور حتى المجتمع المدني دور نعم لازم يؤديه ولكن احنا بلاحظنا اختفاء بعض الوجوه أثناء هذه الأزمة وظهور وجوه أخرى وطنية خالصة نعم لصالح مصر والدولة المصرية في ظل أزمة دولة الناس دي تواجدت وهناك من أنصرف ولكن إذا تحدثت عن الأحزاب لابد أن يكون الأحزاب لها دور أقوى من ده وخصوصا أنهم أحزاب كثيرة نعم عدد الأحزاب في مصر أحزاب كثيرة كثيرة بس مش موجودة يعني المواطن العادي لا يشعر بوجود هذه الأحزاب في هذه الأزمة مش موجود لجراءات المتخزة كلها الدولة هي اللي بتتخذها نعم فين الجانب بقى المدني من الموضوع فين دور الأحزاب فين دور المؤسسات العمل المدني المجتمع المدني عليه دور والأحزاب عليها دور والوجهاء عليهم دور والمثقفين عليهم دور وكل من في هذه الدولة عليه دور إذا قمنا بهذا الدور هنقدر نوعي نعم الشعب المصري وإذا تكلمنا تاني عن الأحزاب لابد أن يكون لكم دور أكثر من هذا لابد الأحزاب المصرية أن يكون لها دورا أكبر من هذا خليني أسألك سيدة الليوة أخذك بقى لمسألة نرجع لدور المصري الموجود مش في منطقة العربية بس في العالم يعني إحنا شفنا مصر بترسل مساعدات طبية لإيطاليا والصين وبعض الدول الأخرى وقبليها أشقانا في غزة وسوريا وغيرها وأخيرا السودان ده بيعني إيه بيعني السياسة الخارجية المصرية بيعني السياسة الخارجية المصرية أن مصر دائما وأبدا في ظل أزمة زي دي تكتحي العالم وسقطت فيها دول كبرى نعم ودول عظيمة مصر ما زالت بتمد إيدها للناس كلها نعم هي هذه مصر نعم وإذا رجعنا تاني حنقول مصر دائما معطاءة وعطاءة ودائما مصر حضرتك تشوفها على الشاشة دلوقتي فيه لفتات في الشوارع الإيطالية بتشكر مصر على المساعدات اللي قدتها للشعب الإيطالي في هذه المحنة في وقت تخلت عنها الكثير من الدول الأوروبية حضرتك تشوف اتحاد الأوروبي فين اتحاد الأوروبي عاوز أقول لي اتحاد الأوروبي فين طيب مش موجود في الوقت اللي راحت وزيرة الصحة المصرية لوهان في الصين هو كورونا نفسها نعم الوباء نفسه نعم وراحت هناك نعم وأخلت 303 مصري نعم في وهان نعم وجابوا رجعوه نعم أظن بعد كده عطاء راحت إيطاليا نعم لا مصر عطاء وما زالت نسمش باهما يد المصر ممدودة يعني بعض الناس بتقولك يعني ايه يعني بيقولوا يعني احنا احنا اللي عايزوا البيت يحرم على احنا ليه بنعمل كده في الوقت اللي في الأزمة في عجالة ست اللي هو آآ آآ يعني بص هو دي حاجات آآ دائما آآ في وقت الأزمات مع الدول لابد ان انت تساعد على قد ما تقدر نعم واعتقد ان احنا عندنا الحمد لله آآ ما يكفينا والحمد لله عندنا مصانع بتنتج الكمامات وبتنتج هذا الكلام وموجودة النهاردة كوات المسلعة بتوزع الكمامات مجانا 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 على الناس في محطات القطر والمترو وفي كل الأمان كل مرافق الدول مهاردة آآ ولكن آآ ما فيش منع أبدا نمدي إدينا في وقت أزمات لدول ان شاء الله بكون كبرى وانا بحيي الشعب المصري وبحيي مصر وبحيي القيادة السياسية في نهاية البرنامج اذا كان قربي ينتهي نعم وبقول لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي احنا رفعين رأسنا وحنرفع رأسنا كمان طول ما سيد الرئيس معانا وبيشيل هذا الوطن وزي ما قال مصر حتبقى أدى الدنيا وهي فعلا بتأدى الدنيا سيد اللوة شبلة عبدالجواد شكرا رئيس قطاع مكافحة الإرهاب في المنظمة العربية الأفريقية ورئيس الشرطة العسكرية الأسبق شكر واجب لفقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأب والأخ والصديق في وقت الضيق شكر واجب للحكومة المصرية ومعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على المجهود الجبار اللي تقوم به الشرطة المصرية شكر واجب للقوات المسلحة على ما تقوم به من دور عظيم فعلا هي اليدة التي تحنوا على أبناء هذا الوطن في وقت الضيق وقت الشدة شكر واجب لجيش مصر الأبيض وقوفه بجانب الشعب المصري في هذه الأزمة وتضحيته بنفسه في هذه الأزمة شكر واجب أيضا للشرطة المصرية على المجهود الجبار الذي تقوم به في هذا الوقت كفاك يا كورونا كفاك يا كورونا فقد استوعبنا الدرس جيدا سيعني نعتني بإنسانيتنا في معاملاتنا في المرات القادمة سنعيدك أن نكون أو أن نعود سيرتنا الأولى سنعيدك أن نكون بشرا مرة أخرى أشكر أستاذ المشاهدين على حسن المتابعة شكر لأعضاء فريق العمل في البرنامج الأستاذ حمدي أحمد رئيس التحرير الأستاذ أحمد النحاس أستاذ محمد فؤاد أستاذ محمد يزة المخرج شكر واجب لقناة صحة والجمال على تحت هذه الفرصة تحياتي صفوة العربي أراكم على خير